مرحبا جميعاً، اليوم رح نحكي عن بعض التوابع يلي أصدرها البريد الهندي بموضوع الرمايانة. البريد الهندي أصدر 10 توابع بريدية بقيمة 5 روبي كل واحد، وطابع واحد بالوسط بقيمة 15 روبي. حجم كل طابع بقيمة 5 روبي هو 3.5 بـ 4.5 سنتي، والتخريم اللي لكل طابع 13.5 بـ 13. طابع بقيمة 15 روبي حجمه 3.5 بـ 9، التخريم اللي إليه مثل بقاية 13.5 بـ 13. الطوابع أصدرد بطرحيتين، الفرق الوحيد بين الطرحيات هو التصميم الخارجي للشيت أو للطرحية، ولكن الطوابع هي زيتة بين الطرحيتين. الطوابع تبع بتقنية الأوفسات ليثوغرافي، وممكن نشوف النقاط نتيجة هيدة اتباعة. على كل طابع مكتوب اسم البلد، الهند، بالإضافة للعنوان راميانا بالإنجليزي وبالهندي. نمط الرسومات اللي منشوفه على الطوابع اسمه راجبوت أو راجرستان، وهو نوع من الرسم الهند التقليدي. هيدا النوع من الرسم نشأ بالبلاط الملكي بمنطقة راجبوتانا شمال الهند، بين القرن 16 وال17 ميلادي. يستعمل هيدا النوع من الفن لرسم الملحمتين الهندوسيتين راميانا والمهبهاراتا. الراميانا هي ملحمة شعرية هندية قديمة كتبت بلغة السانسكريت، وتنسب إلى شاعر باسم فالميكي. هي من التراث الهندي ونص مقدس بالديان الهندوسي. الملحمة مؤلفة من 48 ألف سطر تقريباً أو 24 ألف بيت شعر مؤسم إلى سبع أرزاء أو كاندا. الملحمة تجمع بين السرد وتعاليم لحياة الإنسان. بأيام زمان بعدم وجود الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب، معظم الناس كانت تتسلى إنها تستمع على أساس الحكويتة. ولما كانت تنحكى الراميانا كانت تاخد فتح تسعين يوم. الملحمة بتبدأ بملك لمنطقة اسمها أيوديا، اسمه داشرات. كان متزوج من ثلاث نساء، كوشيليا، كايكيي، سوميترا. ما كان عنده أولاد سوبيان أبداً، فبيقوم بيعمل تطحية للنار. من بعداً يرزق بي أربع سوبيان. من كوشيليا، يرزق بي رام أو راما. من كايكيي، يرزق بي بهاراتا أو بهارات. من سوميترا، يرزق بي ولدين، لكشمان و شاتروجين. لوليد كلون اتجسدت فيهن روح الإله فيشنو، يلي كان هدفو يقدي على أحد الشياطين بإسم رفانا. رفانا، المشكيلي كانت إنه ولا إله بيقدر يقتلو، بس إنسان خالد ممكن يقضي عليه. ولهالسبب روح فيشنو تجسدت بجسد إنسان خالد بهدف القضاء على هذا الشيطان يلي اسمه رفانا. الأولاد كانوا أمر المنطقة وتعلموا القتال والكتب المقدسة والقراءة. بيوم من الأيام، وجد الملك طفلة أثناء حراثته للأرض، واعتبرها هدية ومعجزة من الآلهة. الطفلة سميها سيتا. ولما كبرت صارت فتاة فائكة الجمال والسحر. فقرر للملك إنه أي شخص بيقدر يرفع قوس فقيل كان هدية من شيفا لجدوده للملك. هيدا الشخص بيتزوج سيتا. راما مش بس بيرفع القوس ولما بيشد الوطر بيقوم بيقطعه. وهيك بيكون راما تزوج سيتا وبيقرر الملك إنه يتنحى عن العرش ويتوج راما الملك الجديد عن أيوديا. عشية التتويج بتقوم كايكيه بالطالب بهدية بيكاين بالزمنات ويعيدها فيها الملك داشرات. وهي إنه ينفي راما للغابة لمدة 14 سنة فتلقائيا بينتقل الحكم لإبنه بهارات. الملك انكسر قلبه بس كان ملزم إنه يطبق وعده وراما بيتقبل قرار أبوه أبوه المتردد بخدوه عن مطلق وهدوء وهيدا الشي بيميز راما طول الملحمة. بينضم لراما مرتو سيتا وخيو لكشمان. لما راما طالب من سيتا إنه ما تروح معه جوابته سيتا بالغابة معك هي آيوديا وآيوديا من دونك هي جهنم. بعد رحيل راما الملك بيموت من الحزن. بهارات يلي بهيدا الوقت عم يزور خاله وبيرجع وبيكتشف شو عم نتأمه وبيرفض الاستفادة من هيدا الاستغلال. بيروق على الغابة وبيزور راما وبيطلب منه العودة للحكم. بس راما أكيد بيرفض وبيصر على تنفيذ أمر بيه. بعد 13 سنة من المنفى راما سيتا ولكشمان بنتقلوا على طول دفاف نهر جودافري وبيبنوا أكواخ وبيعيشوا من خيرات الأرض. بيون الايام راما ولكشمان بيجموا أحد الشياطين يلي كانت عم تحاول تغريه لراما. وبترجع عند خية رافانا يلي بيدوره بيقرر الانتقام من راما. رافانا بيقرر انه يخطف سيتا. رافانا بيبعث أحد الشياطين يلي اسمه ماريكا بيتنكر بشكل غزيل دهبي. سيتا تنعجب بهيدا الغزيل وبتطلب من راما انه يتصيده. راما بيروحته يتصيده بعد فترة لما ما بيرجع سيتا بتطلب من لاكشمان انه يلحق راما. لاكشمان وراما عارفين انه هيده خطة من الشياطين لخطف سيتا. فبيقوم لاكشمان بيرسم دائرة سحرية حول المنطق اللي قاعدة فيها سيتا. يلي تحميها من أي نوع من الشياطين. هيدا الخط ما بيقدر يقطعه أي نوع من الشياطين. وبيفط على الغابة. رافانا سيعته بيستغل هيدا الوضع بيتنكر وبيجي لعند سيتا بيطلب منه انه تستضيفه. بتقوم سيتا بتظهر برات الدائرة ورافانا بيخطفه لمرته لراما سيتا وبيخده معه. لما راما ولاكشمان بيكتشفه انه سيتا انخطفت بيتشه مباشرة لمحاولة انقاذه. ببلش يفتشو وانتقله من شخص لشخص تحتى بالآخر وصله لهانومان. هانومان هو ابنه لإله الريح فايو. ومن بعدها راما ولاكشمان بيكتشفه انه سيتا انخطفت على منتها اسمه لانكا. يلي هي شري لانكا حاليا. بهذا الوقت رافانا بيطلب من سيتا انه تتزوجه بس هي بترفض اكيد لانه مكرسة تماما لراما. راما بيطلب المساعدة من هانومان كونه هو رئيس فرقة القروض واكيد بيارده عليه المساعدة انه يليقه سيتا. هانومان لانه بيقدر يطير بيسافر على لانكا وبيليقي سيتا ببستان. بيطمينه وبيخبره انه راما جاي تيانكزه قريبا. هانومان بيعطي سيتا الخاتم انتا راما كهليمي انه بعده عايش وعم يفتش عليها. هانومان بيعرض على سيتا انه يحمله معه ويرجعه عند راما ولكن سيتا بترفض تعتبر انه راما هو اللي مفروض يانكزه. رجال رافانا بيلقوا القبض على هانومان وبيأمرهم رافانا بيلف ديله له له هانومان بيقطع من قماش وبيشعل النار فيها. عم يحترق ديله له لهانومان وبيهرو بساعته بيبلش ينط من بيت لبيت وهيدا بيولع النار بكل منطقة لانكا. مع هروبه بيرجع وبيخبر راما بمكان سيتا. راما ولقشمان بمساعدة جيش القرود بيبنوا جسر كتير طويل من طرف الهند الى لانكا. بيعبروا هيدا الجسر وساعته بتبلش معركة كونية. هانومان بيشوف انه لقشمانا منصاب اصابة مميتة فبيتحول لعملاق وبيتير من لانكا على الهيمالايا. لما بيوصل لهونيك عم يفتش على عشبة بس ما بيعفش اللي لازم يجيبه فبيهم بياخد الجبل كله بيرجع على لانكا. راما بيقتل العديد من اخوة رافانا وبالنهي بيواجه رافانا يلي عنده عشر رؤوس. راما بيقتلو لرافانا وبيتلو صراح سيتا. سيتا بتبرهن ساعتها عن نقاقة وبيجع على ايوديا وساعتها بهاراتا بيتخلى عن العرش اللي له وبيرجع التاج لراما. الرامايانا تعتبر من اهم الاعمال الادبية بالهند وإلى تأثيرات كتير على الفقافة الهندية. نتمنى انه تكون عجبتكن هيدا الحلقة ونشوفكم قريبا بحلقة جديدة ومعلومات جديدة.